طلاب 2006 ربي يعطيكم العافية اليوم أنا جايكم بفيديو مهم جدا هذا الفيديو رح يساعدك في فهم آلية الامتحان بالامتحان الوزاري وكيف ممكن رح تجينا الدوار على كل موضوع أو على كل وحدة من الوحد الموجودة عندنا سواء كمادة فصل أول وأيضا كمادة فصل ثاني طبعا هذا الفيديو اليوم شباب بخص طلاب العلمي وأيضا بخص طلاب الفروع المهنية يعني بإذن الله رح تشوفوا كطلاب علمي قديش الدوار اللي ممكن تجينا على الوحد وأيضا على الدروس وقديش أيضا رح تجينا سواء كفصل أول وأيضا شباب كفصل ثاني وأيضا طلاب الفروع المهنية سواء الزراعي والاقتصاد المنزلي رح أفرجيكم شباب كيف جابوا دوار المادة سواء على الوحدة الأولى ووحدة الثانية كفصل أول وأيضا على الفصل الثاني كوحدة أولى وكوحدة ثانية فالله يرضى عليكم شباب بدي الجميع يركز معي لا تخلي هذا الفيديو يقف عندك شباب ياريت تنشو لجميع زملائك الدال على الخير كفاعله شباب أكيد فالله يرضى عليكم شباب الكل يتابع معي ويركز معي على تكسيم اللي هي دوائر المادة اللي هنالخمسين دائرة على مادة فصل أول وعلى مادة فصل ميد ثاني فتعالوا معاي بشكل سريح شباب باجي أول إشي لتكسيم اللي هو أول إشي تكسيم علامات اللي هو المادة لطلاب العلمي فالطلاب العلمي انتبهوا علي خليني أفرجيكم كيف الوزارة قسمت لكم العلامات وكيف الدوائر إجت على كل درس تعالوا اطلع بالنسبة يا شباب إحنا فعليا الفصل الأول كمادة عندنا وحدتين الوحدة الأولى اللي هي كيمياء الحياة والوحدة الثانية اللي هي دورة الخلية وتصنيع من البروتينات تمام شباب طيب ممتاز أنا مطالب أفهم إنه مادة الفصل الأول إجا عليها شباب بالامتحان الوزاري قديش إخوان إجا عليها 25 دائرة قديش إجا عليها 25 دائرة هدولة 25 دائرة كانوا مقسمين حسب الدروس الموجودة عندنا تعالوا اطلعوا باجي بداية للوحدة الأولى كيمياء الحياة كيمياء الحياة جابوا عليها بالامتحان الوزاري لطلاب العلمي قديش 15 دائرة هدولة 15 دائرة قديش عليه من شباب 60 علامة طيب تقسمتهم بالنسبة للدروس شباب تعال اطلع علي هون جابوا على الدرس الأول للمركبات العضوية الحيوية شباب قديش 6 دوائر وهذولة 6 دوائر كانوا بـ 24 علامة أيضا جابوا على الأنزيمات شباب قديش 3 دوائر وهذولة 3 دوائر بـ 12 علامة وأيضا جابوا على الدرس الثالث قديش إخوان 6 دوائر وكانوا هذولة 6 دوائر بـ 24 علامة فعليا شباب أنا بدأكون فاهم أنه جابوا بالامتحان الوزاري الله يرضى عليكم على اللي هو خلينا نحكي الدرس الأول أو الموضوع الأول يا إخوان قديش 60 علامة كانت على مين على اللي هو دورة الخلية والكيمياء الحية تمام شباب طيب نيجي لآن لدورة الخلية وتصنيع البروتينات دورة الخلية وتصنيع البروتينات جابوا عليها في الوزارة 10 دوائر قديش شباب 10 دوائر هذولة 10 دوائر بـ 40 علامة حتى تنموح أن الوحدة الأولى 60 علامة يأتي عليها أهم وحدة لطلاب العلمي وأيضاً الوحدة الثانية قاموا عليها 40 علامة 40 علامة مقصمات على الدروس انطلوا عليك قاموا بالبزارة على أوّل درس الدورة الخلية شges في Duale 3 دوارKnud中 الدرس الثاني الانقسام الخلوي قاموا عليه شباب دائرتين بـ 8 علام تضاعف الـ DNA الجببالmoi Space 5 دوار بـ 20 علامة مجموحهم شباب قديش هاي أنا 40 علامة يعني انت بدك تكون فاهم أستاذ أنس كطالب علمي هاي تقسيمة الدوار اللي ايجت فيه دورتين متتاليتين وانتوا شباب أكيد رح يكون نفس تقسيم الدوار يعني رح يكون المركبات العضوية 6 الأنزيمات 3 التفاعلات 6 وأيضا شباب الفصلة أو الوحدة الثانية اللي هي دورة الخلية شباب 3 دوار الدرس الثاني لانقسام الخلوي دائرتين وأيضا تصنيع البروتنات 5 دوار هدول مجموحهم كلهم قديش هاي 100 علامة فصل أول فأنت مطالب يا أستاذي أنا من خلال المخطط هذا بإذن الله رح يكون بدي أف رح أبعت لكم إياه على قروبات الواتساب وأيضا رح نزله على مين على الفيسبوك على صفحتي الأستاذ أنس أبو صليح طيب هذا فيما يخص تقسيم علامات مين الفصل الأول لطلاب العلمي نيجي لتقسيم العلامات لطلاب أو لطلاب العلمي اللي هو الفصل مين الفصل الثاني انت فاهم يا أستاذي انه الفصل الثاني عليه قديش 100 علامة قديش عليه 100 علامة اتطلع لي على المية علامة كيف مقسمي لهم كوحدة اللي هي الوراثة خلينا نقول الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة تعال ركز معي باجي لها الوراثة الشباب الوحدة الثالثة الوراثة جابوا عليها دوائر في الوزارة كفصل ثاني يا أخوان 19 دائرة يأتي أنت رح يجيك في الامتحان 19 دائرة عمين على الله يرضى عليك على الوراثة هدولة 19 دائرة فعليا 76 علامة لأن الوراثة الشباب هي عبارة عن أربع دروس طيب يا أستاذ عطينا تكسيم الدوار اللي ايجت بالوزارة تطلعوا عليه يلا من يجي للدرس الأول وراثة مندل اللي هو قانون مندل الأول والتوزيع الحر ايجي عليه شباب خمس دوار رح يجيكوا خمس دوار هدولة الخمس دوار بعشرين علامة طيب الوراثة بعد مندل كذلك الأمر ايجي يا أخوان قديش اللي هو خمس دوار وهدولة الخمس دوار بقديش بعشرين علامة يعني أنا بحكي بوراثة قديش صار عندي أربعين علامة باجي لدرس الطفرات والتكنولوجيا الحيوية الطفرات جابوا عليه خمس دوار بعشرين علامة وأيضا التكنولوجيا الحيوية جابوا عليه أربع دوار بستة عشر علامة مجموحهم كلهم شباب قديش زي ما انت شايف ستة وسبعين علامة فأنت حط في بالك الله يرضى عليك في الامتحان الوزاري رح يجيك على نفس التكسيم اللي انت بتشوفها تمام يعني بتلاحظ التركيز عمين على كل المادة يعني أول درسين هدول عشر دوار بنحكي بأربعين علامة الطفرات والتكنولوجيا احنا بنحكي بقديش بستة وثلاثين علامة طيب تعالني يجي لآخر وحدة اللي هي وحدة التنوع الحيوي لطلاب العلم الوحدة التنوع الحيوي جابوا عليها فقط ست دوار هدولة ست دوار كانوا بأربعة وعشرين علامة شباب طيب هدولة انت فاهم الوحدة الرابعة درسين المخاطر اللي بتهدد التنوع الحيوي وايضا الحفاظ على التنوع الحيوي طيب هاي المخاطر جابوا عليها ثلاث دوار باثنعشر علامة والدرس الثاني جابوا عليها ثلاث دوار باثنعشر علامة مجموحهم الاثنين قديش اخوان مجموحهم الاثنين قديش هاي أربعة وعشرين 24 علامة فها تكسيم العلامات لمين لمادة الأحياء حسنا بالنسبة لطلاب الفروع المهنية لمين لطلاب الفروع المهنية حسنا بالنسبة لتكسيم العلامات لطلاب الفروع المهنية انتبه معي كويس يا طالب الزراعي إن الوزارة قطانيا ستجيب رجب دوائر المنز Estamos موجود لدراس اشترك من مndانا قلنا عليكم ان المادنة عندكم محذوفة يعني فعليا الفصل الأول عندكو حدف منها والفصل الثاني عندكو حدف منها صح ولا لا طيب بداية خلينا نبلش بالفصل الأول الفصل الأول شباب فعليا أنتو مطالبين في المركبات العضوية الحيوية والأنزيمات أنتو الدرس الثالثة التفاعلات أنتو غير مطالبين فيه طيب قديش بالامتحان الوزاري جابو لكم عليه تعالوا اطلعوا شباب مهم جدا هذا الفيديو شباب اركز معي كيمياء الحياة جابوا عليها هاي الوحدة 14 دائر يعني أنت في الامتحان رح يجيك 14 دائر عمين على كيمياء الحياة هدول الـ 14 دائرة رح يكون عليهم 56 علامة قديش شباب 56 علامة طيب هدول مقسمين على درسين مركبات عضوية حيوية وأنزيمات قديش جابو لكم على المركبات العضوية الحيوية جابو لكم 8 دوائر بـ 32 دائرة وجابو لكم شباب أيضا 7 دوائر على الأنزيمات بـ 28 دائرة تمام مجموحهم قديش هي 56 علامة بيجي عمين على المركبات العضوية والأنزيمات يعني خلينا نقول متقاربين شباب طيب خلينا نروح شباب لمين للوحدة الثانية اللي هي دورة الخلية وتصنية الابروتينات جابو لكم بالامتحان الوزاري قديش فقط 11 دائرة يعني أقل من كيمياء الحياة وكان إني أستاذ مقسمات كالآتي اطلعوا علي دورة الخلية جابو عليها 6 دوائر بـ 24 علامة وأيضا الانقسام الخلايوي جابو عليها 5 دوائر بـ 20 علامة هاي 44 علامة فعليا شباب بتلاحظ أنه انتوا يا طلاب الفروع المجنية دورة الخلية وتصنيع الابروتينات يعني احنا بنحكي 11 دائرة وأيضا اللي هو كيمياء الحياة كان 14 إيش دائرة هاي 25 دائرة ففعليا هدول راح يجينك أو راح يجيوا لألكوا شباب بي أو على المين على الفصل الأول تعالوا اطلعوا على الفصل الثاني شو راح يجيكم يا أخوان يلا الفصل الثاني اللي يرضى عليكم كمان عنا 25 دائرة بقديش بـ 100 علامة صح ولا لا؟ 100 علامة طيب تعالوا اطلعوا تكسيمهم كالآتي انتم مطالبين بالوراثة بس بالدرس الأول والدرس الثاني اللي عنده الصفات المرتبطة بالجنس طب قديش جابوا على الدرس الأول شباب أو الوراثة جابوا عليها 13 دائرة 13 دائرة بـ 52 علامة يا أخوان طيب وراثة مندي القديش جابوا عليها جابوا عليها يا أخوان قديش خمس دوائر بـ 20 علامة يعني الدرس الأول خمس دوائر لكن الدرس الثاني كان أكثر قديش دائرة كان يا أستاذي ثمن دوائر بـ 32 علامة فأنت بدك تركز مين على الدرس اللي فيه أكثر علامات تمام؟ فأنت بتلاحظ أنه أنا عندي 32 وهذا جابوا عليه 20 علامة فالله يرضى عليكم مش لازم تضيعوا ولا دائرة من الدوائر اللي راح تجيكم طيب هذا فيما يخص مين؟ اللي هو الوراثة بينما التنوع الحيوي يا أخوان مخاطر والحفار عليه تطلع جابوا لكم أقل من الوراثة بـ علامة يعني هاذا أو هاي الوحدة ما بتقل أهمية عن الوحدة الثانية يعني أنتوا كل كلمة بدكوا تكونوا حفظينها فيها ليش؟ لأنه في عندي 12 شب دائرة والساد كثار يعني إحنا بنحكي بنص الفصل الأول 48 علامة فأنا بدأ أكون فاهم المخاطر التي تهدد التنوع الحيوي قديش 5 دوائر بـ 20 علامة والحفاظ عليه جابوا حدود قديش يا أخوان؟ جابوا حدود الله يرضى عليكم 7 دوائر بـ 28 علامة مجموحهم 48 علامة طبعا مجموعة الدوائر المادة 50 دائرة من 200 فأنا حبيت أطلع لكم بهذا الفيديو سواء لطلاب العلمي وأيضا لطلاب الفروع المهنية عشان أنت وإنت بتدرس الآن وإنت بتراجع تكون أمورك 100% وفاهم شو رح تجيب لك الوزارة على كل درس من الدوائر وعلى كل موضوع من هاي الموضوع بشكل عام لا تخلي هذا الفيديو شباب يقف عندك يا ريت تبعتوله كل زمالاكم لأنه الدال على الخير كفاعله ولا تنسوا شباب الاشتراك بقناة اليوتيوب بتمنى لكم حبايبي كل التوفيق واللي بده شباب البيدي أف ابعتلي على رقم الشخصي شباب هال اللي هو 07-8-59-21-46-3 ابعتلي على هذا الرقم واتساب شباب بابعتلك هذا على شكل البيدي أف جاهز بإذن الله بتمنى لكم حبايبي كل التوفيق وربي يوفيكم ويرضى عنكم اشتركوا في القناة